اشتركوا في القناة وقال نساشعر حجم المعاناة والصعوبات التي تواجه شعبنا في ظل الأوضاع الراهنة والتحديات الاقتصادية والخدمية مع سمرار الحرب الظالمة التي فرضتها ميليشيا الحوث الانقلابية على شعبنا خدمة لأجندة إيران ولفرض تجربتها الدخيلة التي لا يمكن قبولها مهما كلف شعبنا من تضحيات وثمن فخامته دعم دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومساندتهم الفاعلة في مختلف المجالات ترأس فخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اجتماعا استثنائيا لمجلس القضاء الأعلى ضم رئيس المجلس الدكتور القاضي علي ناصر سالم ورئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار ووزير العدل القاضي بدر العارضة والنائب العام الدكتور أحمد الموساي وأمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي هزع اليوسفي ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي شفيق زوقري وعضوي مجلس القضاء القاضي فهيم عبد الله محسن والقاضي قاهر مصطفى وفي الاجتماع تطرق فخمته إلى واقع البلد المعقد والصعب الذي تمر به ويعاني من تبعاته كافة اليمنيين على مختلف الأصعدة والمترتبة على آثار الحرب التي فرطتها ميليشيا الحوثي الإيرانية على اليمنيين لافتا إلى تضحيات الكبيرة لوضع حد لنقل التجربة الإيرانية التي لا يمكن قبولها مطلقا من قبل اليمنيين ميدانيا سهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية خلال الساعات الماضية تعزيزات عسكرية كبيرة للميليشيات الحوثية كانت في طريقها إلى الجبهات الجنوبية والغربية لمحافظة مأرب وقالت مصادر ميدانية وعسكرية إن طيران التحالف استهدف بعدة غارات جوية تعزيزات عسكرية للحوثيين في مديرية السوادية بمحافظة البيضاء كانت في طريقها إلى جبهة جبل مراد ما أدى إلى تدمير دبابتين بالإضافة إلى خسائر بشرية في صفوف الميليشيا وفي سياق متصل شن طيران تحالف دعم الشرعية ضربات جوية على تعزيزات ومجامع حوثية في جبهتي المشجح والكسارة غرب محافظة مأرب أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي وتدمير عدد من الآليات العسكرية التي كانت في طريقها لتعزيز الميليشيا في جبهتي الكسارة والمشجحة أعلن الجيش الوطني مصرع وإصابة العشرات من مسلحي ميليشيا الحوثي الإنقلابية وتدمير آليات عسكرية في جبهة مأرب وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني استهدفت مجموعة من عناصر الميليشيا كانت تحاول تسلل باتجاه مواقع في جبهة جبل مراد على الأطراف الجنوبية من محافظة مأرب وأوضح أن الاستهداف أصفر عن مصرع 15 من عناصر الميليشيا الحوثية وجرح آخرين ومنذ أكثر من شهرين تدور مواجهات عنيفة في أكثر من جبهة لمحافظة مأرب بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي التي فاشلت في تحقيق أي مكاسب ميدانية وتكبدت خسائر فاديحة في الأرواح والعتاد أفاد مصدر عسكري بتجدد المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى في شرق محافظة الجوف وأوضح المصدر أن مواجهات عنيفة اندلعت في جبال حويشاء حويشيان والمواقع المحيطة بها في شرقي مدينة الحزم عاصمة المحافظة وأضاف أن المواجهات أسفرت عن سقوط عدد من القتل والجرحة في صفوف الميليشيا الحوثية وتكبيرها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد شنت قوات الجيش الوطني هجوما على مواقع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في عدة جبهات بمحافظة تعز وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني شنت هجوما على مواقع حوثية في جبهة مقبنة وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وفي جنوب المحافظة شنت أبطال الجيش الوطني هجوما على مواقع الميليشيا الحوثية في جبهتي الأحكوم وحيفان وكبدوها خسائر في الأرواح والعتاد انتهى الموجز شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة